تنظيم الإخوان الإرهابي يعمل إيه الدولة القوات المسلحة تاني القوات المسلحة الرئيس الأسبق ذكر ده في السؤال ده مرتين وطول الجلسة بيتكلم قوات المسلحة طول الوقت الملاز الأخير ركز ركزوا في الكلام الملاز الأخير حافظ على جيشك هو بيحاول يعمل إيه في جيشك هو بيحاول يعمل إيه قال لك إيه الملاز الأخير ولما حسيت تنحيت يمشي رئيس يمشي رئيس حكومة وزير داخليه يمشي مش مهم بس هم كانوش عايزين كده إسقاط الدولة وليس النظام الدولة استباحة الدولة مرتع الدولة زي اللي حواليك من هنا ومن هنا ولكن هو عارف هي قوات المسلحة ما فيش تان هي القوات المسلحة اللي صمدت وتحملت المسئولية لحد ما وصلنا النهاردة الدولة القوية الدولة القوية بيسكت ما بيسكتش قال شعرت إنهم عايزين يعملوا عايزين يحتكوا بالقوات المسلحة اللي هم ميه جماعة الإخوالي الرهابية طب هو سكت هو لحد النهاردة ساكت أبدا يحتك بقوات المسلحة عشان يعمل زي اللي حصل في مكان في أماكن أخرى بس لا تفوت عليهم الفرصة تمشي قال لك خلاص ما اسمحش بدا ما اسمحش بسقوط الدولة ولا حد يقرب من القوات المسلحة ولا حد يحتك بقوات المسلحة وده اللي حصل قال لك عشان كده يوم حداشر ست وسلمت المسئولية المين القوات المسلحة هو فيه مين تاني هو كان يتساب لي مين تاني إن هي اللي تحمي هي اللي حمد هناك من يقدر هذا الدور ونحمد ربنا إنه عندنا ناس حمد وبتحمي وبتحمي